طيب النهاردة نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا الجولة السنية زي ما قلت لكم الهلال فاز على الآلي 1-0 والرجاء فاز على سيمبا 3-0 والتراجي فاز على شباب بلوزداد في الجزائر 1-0 بعد ما كانت شباب بلوزداد فاز على الزمالك في القاهرة بعدها في المجموعة دي هيبقى فيها لعبة كتير مجموعة التراجي والزمالك والشباب بلوزداد عشان كده بالمناسبة يعني الزمالك حزوزه قائمة جدا هتلاقي فرق بتطلع وفرق بتنزل كل شوية